نحن عندما ندعو إلى تمييز بين مفهومين منفصلين بني إسرائيل شيء واليهودية شيء بني إسرائيل قبيلة واليهودية دين وبالتالي فهناك مفهومان منفصلان لا يمكن الدمج بينهما القبيلة ليست الدين والدين ليست القبيلة تماما كما نقول أن قريش هي القبيلة والإسلام هو الدين صحيح أن الإسلام خرج من قريش ولكن ليس كل مسلم هو قريشي قريش قبيلة والإسلام دين اليهودية ديانة وبنو إسرائيل قبيلة وبنو إسرائيل في هذه الحالة كما تحدثنا في الحلقات السابقة هم جزء من تحالف قبائل سبأ يعني هم سبأيون نعم هم قطعا يعني بكل تأكيد ويعني لديك النقوش الكثير التي تتحدث بأدعية دينية من يهود حمير وسبأ يعني لدينا نقش شهير هنا نقش شهير يعني سنأتي على ذكره وتحليله بعد قليل ضمن التحالف السبأي كانوا بني إسرائيل قبيلة من القبائل التي شكلت هذا التحالف الآن عندما نقوم بنقل جغرافية التوراة إلى اليمن نحن لا نقوم بنقل جغرافية فلسطينية إلى مكان آخر بالعكس هي جغرافية يمنية كل ما ورد من مواضع وأسماء كما شرحتها في مؤلفات هي يمني الآن نقوم باقتطاع هذا الجزء الجغرافي وننقله إلى التاريخ اليمني مباشرة وليس إلى الجغرافية ننقله إلى التاريخ وبذلك كل ما نقوم به أننا نعيد إلى اليمن جزءا من التاريخ الذي لصق وكانه في فلسطين ولا أصل له وهو مبني على روايات اللاهوتين والمستشرقين وعلماء الآثار الذين تلاعبوا بصياغة سردية تاريخية زائفة لذلك الآن مرة أخرى أنبه أن البعض الذين يعتقدون أو يروجون أو يلمحون إلى أن مثل هذه الأفكار هي دعوة لاحتلال إسرائيل لليمن هذا هراء لا معنى له ولا قيمة له إنما هو دعوة لإعادة قراءة التاريخ المنطقة ككل وإنصاف التاريخ اليمني بحقيقة تماما إنصافة وإنصافة الفلسطينيين أن هذه الأحداث لم تجري في فلسطين وهذا الجزء من التاريخ الذي لفق وأضيف إلى تاريخ فلسطين هو تاريخ يمني وليس عيبا وليس عارا وليس أمرا